السلام عليكم تخيل حضرتك هي النار تعرف تفرق بين غني وفقير ولا بين صالح وطالح ولا بين بر وفاجر يعني ايه الكلام ده يعني الحريقة لا قدر الله قامت في حي من الاحياء النار هتحرق بيت فلان ومش هتحرق بيت فلان علشان فلان الفلاني ده ايا كان اسمه ايا كان درجة صلاحه عمل معين او قال حاجة معينة طبعا الكلام ده لما نعرضه على العقل العقل يقول سبكم الكلام ده لكن هدية النهاردة لك في الصباح بعد ما تصلي على الحبيب المصطفى شرع مش عقل يعني شرع مش عقل الهدية النهاردة ذكر مخصوص يحمي بيتك وممتلكاتك من الحريقي ومن كل شر ومن كل سوء جبنا الكلام ده منين سيدنا ابو الدرداء ده صحابي جليل من صحابة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قاعد في مجلس فجاله واحد وقال له ولحق ابو الدرداء ده في حريقة كالة الاغضر واليابس في المكان اللي انت ساكن فيه فابو الدرداء بهدوء وبسكون قال له اه بس انا البيت بتاعي مش هجراله حاجة علمت ان ربي لم يكن ليفعل فالناس استغربت اوي ليه ايه الحكمة يعني هي النار دي هتعرف ان ده بيت ابو الدرداء فتمشي يمين وبعد كده تاخد البيت اللي بعديه كلام طبعا مش مقنع مش كده ولا ايه صح لكن ابو الدرداء كان عنده يقين بما يقوله لانه تعلم على يد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له طب ليه ابو الدرداء اليقين ده جبتوا منين وانت بتقول علمتوا ان ربي لم يكن ليفعل وبتتكلم وتقاعد بهدوء وبسكون ومجرتش على بيتك علشان تلحق تشوف ان اللي حصل في بيتك ازاي ابو الدرداء قال له من السر في بعض الكلمات اللي انا سمعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم مش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة وهو بيقول لهم الكلمات دي اللي كان من ضمنهم ابو الدرداء رضوان الله عليه وارضاه ان اللي يقول هذه الكلمات في الصباح لا يمكن يمس سوء حتى يمسي واللي يقول لهم في المساء لا يمكن يمس سوء حتى يصبح المهم ابو الدرداء ما قال لهمش الكلمات دي قبل ما قال لهم اموا بينا نشوف بيتنا عمل ايه ما تصلوا على النبي الزين صلى الله عليه وسلم وبالفعل راحوا لحد دار سيدنا ابو الدرداء فلاقوا حاجة عجيبة اوي لقوا ان النارة قد اصابت ما حولها ولم تمس دار ابو الدرداء باي سوق استغربوا اوي وبدأ الكل يطلب من سيدنا ابو الدرداء يعلمهم الكلمات التي تعلمها من فم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم علشان بعد كده يقولوهم وتبقى امال ليهم من كل شر ومن كل مكروه ومن كل غرق ومن كل حرك ومن كل سلب ومن كل نحب ده مش كده وبس ده في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اللي يقول الكلمات دي مش ماله بس لا مش هيصيبوا السوق او الشر او المكروه لف نفسه ولف ماله ولف اهله ولف ولده ما تيجي بسرعة علشان ما تضيعش الوقت تجيب وراء وقلم وتكتب وراء الكلمات دي التي تعلمها ابو الدرداء من فم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ايه هي الكلمات دي اكتب وراء الكلمات اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علمه اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ان تاخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ركز كده الكلمات سهلة ميصورة ومش طويلة مش كده وبس ده سيدنا ابو الدرداء بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يقولهم في الصبح لم تكن لتصيبه مصيبة حتى يمسي واللي يقولهم في المساء لم تكن تصيبه مصيبة حتى يصبح مش كده وبس ده كانت تنفيذ عملي امام اعين الصحابة ردوان الله عليهم وارضاهم وعلشان كده الاحوا على سيدنا ابو الدرداء انهم يعرفوا الكلمات التي تعلمها من فم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم احرصوا على تلك الكلمات وعلى ترديدها في الصباح وفي المساء حتى يحفظكم الله ويحفظ اهلكم ومالكم ويحفظ ممتلكاتكم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه ومن كل سلب ومن كل نهب صباحكم امل صباحكم رحمة صباحكم تفاؤل صباحكم بسمة صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة